بسم الله الرحمن الرحيم أبناء بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانية والصناعي أهلاً مرحباً بكم النهاردة معدنا مع ريفيجن ريفيجن بي اللي هو على يونت ثري و يونت فور و هنشتغل النهاردة بطريقة جديدة شوية اللي هي هنفتح ريفيجن بوك مع الستودينت بوك يعني الستودينت بوك في صفحة 25 في ريفيجن يونت بي و الورك بوك في ريفيجن يونت بي صفحة 17 هنخلص الستودينت بوك الأول صفحة 25 في ريفيجن بي هنخلص الستودينت بوك صفحة 25 في ريفيجن يونت بي هنخلص الستودينت بوك هنخلص الستودينت بوك في صفحة 25 في ريفيجن هنخلص الستودينت بوك في صفحة 25 في ريفيجن هنخلص الستودينت بوك في صفحة 25 في ريفيجن هنخلص الستودينت بوك في صفحة 20 في صفحة 25 في صفحة 25 في عنا 10 متر 10 متر 10 متر 10 متر How wide is the road How wide is the road وانت شغلت ببص على على الاشكال It's 5 متر It's 5 متر وعايز استغلم What What's the What's the width of the road What's of What's What's the width of the road The shelf is 2 meter in length عايز 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 وان there are only a hole this and only the shelf has has a width of 2 meters تمام تمام وهكذا بقيت بقى الاسئلة دي عليك ايه هتعملهم ولكي شبه ايه اللي فوق شبه اللي احنا ايه اللي احنا قلناهم هنا التانية التانية بيقول ليه slow of these puzzles what are these object او يعني هو هيقول لك حاجات معينة وتقوله الobject ده ايه او الشيء ده ايه او الجزء ده ايه تمام this object is this object is شكله مسلس in shape it is about 30 cm long and about 15 cm high we draw lines with it احنا بنرسم الخطوط به طبعا احنا بنسموه set square set square اللي هو المسلس تمام six square المسلس اللي هو القائم الزوج this object is circular الشيء ده ات مدور عري in shape it is only one or two millimeters thick يعني السمك بتاعه يعمل لي يعني اتنين ملي متر we buy things with it احنا بنشتري به ايه الحاجات طبعا القوين تمام القوين يعني دي عملة زيها زي ايه الفلوس الفضل this object is square هذا الشيء مربع or rectangular in shape او مستطيل it is large and black we write on it we write on it احنا بنكتب عليها طبعا ال blackboard this object is square or rectangular in shape it is about 8 or 10 cm long and white and only a few millimeters thick we press buttons numbers come on the screen we we count with it طبعا we count احنا بنحسب بها يبقى الكالكولاتر يبقى الكالكولاتر فيل على الحاسب fill in the spaces with the correct word from the brackets a mobile phone has rectangular rectangular screen a rectangular has a semicircle piece of plastic خليبا لك من has تيجي مع النون in the center in the center of football beach there there is a circle a circle ليه لو كان واخد هذا كان يخلي circular مستطيل there is each side of a barmind a barmind is is a triangle math teacher math teacher what shape is this راب يسأل مدارة الماث هنقوله student هنقوله it is لنوبول what shape is this it is semi circle it is semi circle ده كده احنا خلصنا ايه خلصنا صفحة 25 في student هنتيجي معي على الworkbook صفحة 17 كده احنا فتحين صفحة 17 هي revision unit تمام تصدام ويقول الماتش the names نائمس النامس اللي هنا with items items in b اسمهم نائمس 块 فهو أعطيني 13 جدا 6 ستسكوير احنا لسه متكلمين عليه في صفحة خمسة وعشرين يبقى ناس ست سكوير طيب عايز يقول ايه البولد شايف نمبر ناين ده ده اسمه ايه بولد بولد سي نت هتحط هنا نمبر تن نت نت يبقى بولد نت ويل ويل نمبر سيكس ويل وير وير نمبر فور وير نمبر فور ده تمام كده طيب ترك شاحنة شاحنة ترك نمبر سيفن تجينا تحطي سيفن كوين كوين عملة نمبر تو نمبر تو بريدج كوبري نمبر فايف بريدج سبانر 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 مفتاحه نمبر نمبر تو نمبر الراحة اختار الاسم الصحيح نمبر نمبر اختار الاسم الصحيح سكوير ولا سكوير الميزة في سكوير هنا ما فيه اشده ممكن اقول عليها ركتنجل سكوير سكوير تمام فهنا سكوير والشكل بتاع الفيشة هنسموه ترينجلر سي نمبر سي وشكل الساعة هنا سيركلر سيركلر المؤشر ده على شكل دائرة سيركلر ديال سمي سيركلر سمي سيركلر المؤشر ده برضو سمي سيركلر المؤشر 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 كده بخلصنا صفحة 17 على الورك بوك هنرجع تاني الستودينت بوك في صفحة 26 صفحة 26 رجعنا تاني الستودينت بوك 26 برافو عليكم شطا شطا بيقول ايه في ريفيشن بيه تقرص 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 نوت بكارفو تقرص لان تضيف انج خلي بالك من النوت بتاعك حروف لما تضيف انج بيقول راديو انتنة ترانسيمات انتنة راديو سينجلز بيقول لي ان الانتنة بتاع الراجو تمام ترانسيمات انتنة راديو سينجلز وتابعت الاشارات واستقبل الاشارات تمام عاوز استغنم ايه فور يبقى الفور هنا هيددى لك خلي بالك ال ايه الفيرب ياخد ايه انج خد بالك بقى راديو انتنة اس فور ترانسيمات شوف بقى خد بالك ترانسيمات دي بتي واحدة صح ولا لا تي واحدة ترانسيمات اهو كرر الا دابل الا تي انج ترانسيمات اند ريسيفنج راديو سينجلز سهلا نمبر بي سفتي جوجلز او فور بروتكتن او فور بروتكتن فهو مش عاوز يستخدم ايه مش عاوز يستخدم فور يعني إيه سيفتي جوجل سيفتي جوجلز بروتكت تي يشيل منها للايه يشيل منها الفور ويشيل منها انج نحله كمان واحد What do players do Use for Use for يبقى الquestion ده لما يجي استخدم في For نقول له إيه What is the players What are the players for What are the players for ده question بعد كي يقول لك يبقى هم في الانصر They grab يمسكوا بشدة ويبقى الاشياء And they twist the wires أحاول استخدم 4 يبقى هم يقول إيه They grabbing Grabbing things And they twisting wires إيه They are 4 They are 4 Grabbing things And they are a Twisting wires بعد كي يقول لك بعد كي يقول لك Pencils And claw Hammers Are used for pollen Are used for pollen Or extract nails Out of wood أخذ بالك Don't use Don't use Don't use for هم not But he will not use a full He doesn't want to use a full So a full Nice You can't use an inch He will use as these Forms هم Lew's باقي دول هم ورق شد حيلك عشان تبعتهم لعلى الواتس fill in the space with the correct form of the verb in brackets wires carry electric current from the socket to the machine a tube is used for 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 ing in 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 time spanners tighten and loosen nuts and bolts in 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 yes it's true كده احنا خلصنا ايه خلصنا صفحة 26 في ال student book هنروحوا على صفحة كام 18 في ال workbook احنا هنا دلوقتي في صفحة 18 في ال workbook تابع revision unit بي اللي هو على اصلا على اليونت سيدي وايه ويونت فور تمام فبيقول لي الراجل ايه much the names in a with the items in b يلا ال names في ال a عملنا قبل كده مع ال items اللي في ال b هو قال لي نمبر سيكس ده و كماش هدي pencels هوا حلها طيب طيب والتيزل نمبر 2 نمبر 2 والبنش البنش نمبر 4 نمبر 4 والجوجلز الجوجلز نمبر 8 التانك نمبر 3 الفايل نمبر 1 سيسوليز نمبر 7 نمبر 7 بقى ليش هنا ترجم خلي عينك بقى هنا ترجم الوركبوك بيعلمك كده استخدم عيني وديني اسمع واشوف طالما انت شفت السيسوليز ده كده ما تقولش بقى السيسوليز يعني مقص خلاص الجوجلز كده يبقى الجوجلز كده ما تقولش ان الدراسة واقية تمام اتفقين على كده نمبر 4 اتفقين على كده أتفقين على كده اتفقين على كده طبعا ان هو حال اللي في الكتاب ده كده دخال ان الحال ده كده غلط لان هو بيقول لي يعني ازا زوج من الكماشات لا طبعا دي ايه اللي جابة صحية هي ايه هي بي لان شوف انت ايه نبلي خمسة هنا قال ايه قال ايه قال بلاييرز ما قالش ايه قال بير بير يعني زوج اثنين باللجابة الصحيحة هي نمبر بي هنا ده اسمه ابوكس اوف طولز ابوكس اوف طولز سندوق للعدد وده اسمها مجموعة 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 من الايه من الاسبانرز تمام يبقى سيت اوف اسبانرز نمبر سي نمبر سي طبعا الزاكي بقى جدا اللي حيقول لي ما خدناش ايه ليه طيب ها اسيت اوف اسبانرز هو واحد ولا اسبانرز براف عليك اسبانرز ودي علبة مصامير او مصامير تمام يبقى احنا شايفينا علبة مصامير هنقوله ايه احنا شايفة اوف نيلز علبة مصامير طيب واحد شايفها مصامير بس نيلز المهم بتعرف ان المصامير دي نيلز الشباك ده بيقول لي ايه لقد سفت الخلصنا صفحة 18 هتعبك معايا شوية هنروح لغاية صفحة 27 في اللي student book علشان نخوش على revision وفي صفحة 27 في student book بيولي choose the best response for these situations you are on holiday in England you are in a market and you see some fruit which looks nice you point to the fruit and ask the seller for its name what do you what do you say هتقول ايه انت شفت الفكهة تمام وقلت فكهة معينة وشورت عليها بيدك كده وقلت له ايه اسمها ايه هتقوله ايه بقى هتقوله نمبر دي what's this called what's this called نمبر دي تمام اللي بعد كده نمبر بي you are talking to an American friend she uses a difficult word elevator which you have never heard before انت ما سمعتها شابل كده you ask her what elevator means what do you say هتقوله ايه هتقوله ايه هتقوله ايه هتقوله ايكسيكيوز مي اكسيكيوز مي تمام اللي فيتر دي عن ايه المسعد بقى الايه elevator دي ما سمعتها انت هتقوله ايه بقى what do you say انت هتقوله ايه اكسيكيوز مي نمبر بي what does elevator mean انت بتقوله عملها بتقوله elevator 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 هو elevator دي يعني ايه بيعني ايه اكسيكيوز مي what does elevator mean in situation number c you are reading an english book about measuring an instruments and you find a new word جوج شوفت كلمة الجوج دي المبين او المكياس و او مرة تشوف you want to know how to pronounce pronounce it correctly يعني تنتقها صح in english so you point to the world and ask your friend what do you say هتقوله ايه excuse me how do you say this word how do you say this word how do you say this word تبتسألو ازاي دي بتتنتق ها هنطقها ازاي في exercise it exercise 8 exercise 8 exercise 8 الراجل بيقولي supplies the missing parts of the following dialogue في ديالوج برضو عايزين ايه نكمل حوار ما بينهم بين بعض ديني جملة و بيسيبني انا بكمل بعض الجمل المفقودة فبيفهمني الاول في البداية بيقولي مونة is talking to her friend هنان about birthdays مونة تتكلم مع هنان عبارة عن الايام عيد الملاد مونة's birthday is on 20th December and Hanan's is on 18th August مونة is now 14 and Hanan is now 15 Hanan's sister is 22 years old and here birthday is next Sunday فمونة بتقولها when is your birthday Hanan لا لا قالت لا it's on the 18th of August when is yours امتع انتبه when is yours قالت لا it's on December the 20th قالت لا ايه how old are you قالت لا I am 14 I'll be I am 14 I'll be 15 next birthday are you 14 no I am 15 how old is your sister قالت لا she is a 22 when is her birthday قالت لا it's next Sunday كده احنا خلصنا صفحة 27 و 20 يلا بينا بسرعة نروحوا على صفحة كان في الوركبوك 19 برافو عليكم 19 برافو عليكم متازين انتوا بصوا هلجيبوا الدرجات النهائية في صفحة 19 في الوركبوك تبع برضو احنا في ريفيجين يونت بي choose the best response and write it in the speech bubble اكتبه يعني في الجزء اللي هو طالع من المستطيل من الوردة بقوله how wide is the door قاله it's one meter wide one meter wide اختار نمبر ايه نمبر بي تحت بيقوله ايه the wall is five meters long الحيطة تقولها خمسة متر but the wire is only one meter ولكن السلك ماله هو واحد متر بس فهنختار نمبر ايه هنختار نمبر ايه بعد كده في السي بيقوله ايه what shape is the hole what shape is the hole فاتحة دي على هيئة ايه على شكل ايه هقوله ايه it's a triangular number c دي بنسميها ايه قاله it's cold appliers it's cold appliers زي الكماشة او البنز نمبر ايه دي نمبر دي الاخر واحد where are the nails where are the nails where are the nails هيقوله they are in the drawer they are in the drawer هم في الدرك اللي خلصنا السفحة التسعتاشر عالا نروح للستودنت بك صفحة تمانية وعشرين هيعجبك جدا السلوب دوت ليه بقى اللي بتقال في هنا في الورك بوك هو هو اللي بتقال من نفس المصطلحات فيه مفيش داعي ان انا خلص الرفيجن كلها هنا وخلص الرفيجن كلها هنا يبقى ما فيش علاقة لأ انا كده عملت لك علاقة بين اللي بكتابين هم صفحة من الورك بوك وصفحة من الستودنت بوك احنا دلوقتي في الستودنت بوك صفحة تمانية وعشرين شايف كده في عاجل السباقة هنا قدام منك ريد زباس في جبلو اندزين كومبليت زيس دياجرام اقرى القطعة وبعد كده يكمل الدياجرام بس قبل ما نشوف القطعة نشوفه هنا برضه حاجة اسمها السادل هنا السادل ومتقوليش يعني سادل يعني مش هترجمها دي مش هقوله سادل يعني والفريم ده اسمه فريم خلاص وده اسمه بدل بدل خلاص الجير اللي هنا ده اسمه الجير ويلز الجير ويلز ها واللي ما بينهم ده اسمه ايه تشين تشين وده الهندل بارز الهندل بارز تمام اكيد ده عايز بقى نقرأنا القطعة ونكتب هنا الأبعاد هنا بالزبط تمام يلا بينا the recent bicycle consists of a frame يعني بيقول لي عجلة السباق دي بتتكون من a frame ده frame ماقولهوش يعني بقى frame two wheels two wheels ده اتنين عجلات دون a saddle تمام a pair of handlebars handlebars يعني زوج من الايدين ادي واحدة و ادي ايه التاني two pedals ادي بدل هنا و بدل هناك and chain around two gears wheels ادي الكاتشينة دي اللي بتدور حولين الترسي ده والترسي ده كده بيقول لي بقى هنا the total width of the bicycle from handlebar to handlebar is 60 meters يعني المسافة اللي ما بين ال handlebar دي و ال handlebar التاني دي 60 سنتيمتر وهو كاتبها طب معايا شكرا and its length is 170 سنتيمتر و كمان الطول بتاعها كام مية و سبعين سنتيمتر تمام يبقى هنا حاجة هنا هو في الطول الطول بتاع اللي هو حطوه هنا number d number d تحت خالص هنكتب كام مية و سبعين the height of the handlebar above the ground is 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر يعني من الارض من ال ground الغاية ال handlebar دي اكتب هنا number b 100 سنتيمتر while that of the frame is 80 سنتيمتر الفريم ده طوله 80 سنتيمتر طيب the width are 65 سنتيمتر in diameter في الكتر بتاعها الكتر بتاعها عامل 65 سنتيمتر and their width is 2.5 سنتيمتر اهو اهل السمك بتاعها اللي هو ال F لا 2.5 سنتيمتر the tiles are very narrow this allows the bicycle to move quickly تمام خلي العجلة يتمشي بسرعة the pedals are chain propel the bicycle البدلات بتخل والكتينة بتاعتها propel the bicycle كأنها بتدفع العجل the wheels transmit a movement from the pedal to the road the saddle supports the boy of the cyclist the handlebars steer steer يعني بتوجه the bicycle in the right direction في التجاه الصحيح الحصيح answer this question about the passage above which parties are for pushing the bicycle forward طبعا pedals تمام كلمة انا قلت لك على المتاك العده تمام؟ وهتلاقي الكلمة اللي هو بيقول لك عليها معمولة بلون غامق شوية تمام؟ الحبري فيه زيادة شوية ومعمولة بخط مائل فهو عايز كلمة اتس دي بتشيل الى ايه؟ تمام؟ لما يقول لي اتس دي لانتس يبقى تكلم على مين؟ على طول مين؟ على طول البايسكيل على طول البايسكيل ذات في لائن فايف لائن فايف على الساعة الخامس هذه ثلاثة أربعة خمسة وعايز ايه؟ ذات اللي هنا تمام؟ اللي هنا بيقول ايه؟ Wat sert؟ بينما ذلك فاصل Piece 20 سنتيمتر لها ايه؟ هه؟ emails UP المترجم للأرض 80 مليمتر تمام يبقى مش فريم فريم اقول فريم كده كده في لين 5 برده فين زير في نمبر 5 تمام فبيقول لي زويل 65 سنتيبيتر بيقصد بهم زويل فعلا كده احنا كده خلصنا صفحة 28 اللي موجودة في ونهينا ايضا الريفيجين بي اللي في يبقى فضلنا صفحة واحدة فين في الورك بوك هتلاقي في صفحة 20 في الورك بوك نفس الكلام برده يتكلم على مين على البايسيكل يبقى احنا صحة كده نربط بالورك بوك وعطينا كل حاجة تمام وعطينا الاتفاعات وعطينا الديامتر كل حاجة بيقولي write description اوصف الوصف of this mountain pike mountain pike دي بيسموه دراجة قبلية يعني give the dimensions of the pike and describe the function of some of the parts عايز كمان وظيفة كل جزء you can look again at the reading passage on page 28 of your students book لسا مخلصينها صفحة 28 لسا مخلصينها بيقولي the mountain pike the diameter of the mountain pike are as follows the total length of the mountain pike is 165 cm and خد بالك يعني the total length tool ده كله ساميه 165 cm بعد كده هتقوم ايه طول اليد ما ترجع للساة حتى 28 مش كده وهتقول the total height the total height and 10 cm and the height frame and diameter the diameter and the height and the height the eight and the height ا depende emp 的 alright another one try, well the height the height and the height and the height of the height انا طبعا مش هقرار لك كل حاجة بس انت هتقوم جايب البيانات دي كلها منين هتجيبها من صفحة 28 في الستوري انت بك بس اخر حاجة ترانسليت انتو قربك بيقولك هل تعلم او هل تعرف ان المكتب الجديد بتاع المدير بيداوي الشكل بيداوي الشكل والنمرة اتنين من السهل انك انت تغير الكتابة اللي موجودة على الشاشة قبل ما تتبعها هنا بيقولك عليك ان تدرس المشكلة اولا ثم تحاول حلها بعد ذلك ثم تحاول حلها بعد ذلك we have to study the problem first you have to study the problem first then try to solve it after that after that كنا خلصنا revision B من student book والwork book تمنياتي لميستر تقدموا الازدهار تمنياتي لكم بتحقيق اهدفكم واحلامكم كان معكم ميستر انوال اسماعين من محافظة الاسكندرية اشتركوا فيه